هذا وقد عقدت اللجنة العليا لمؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي أو عقدت على مدار يومين اجتماعات عمل مكثفة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رئيس اللجنة وهذه الاجتماعات بالطبع عقدت بحضور فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية الشقيقة وفضيلة الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وسعدت المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وأعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها العميقين لجلالة الملك المعظم على مبادراته الكريمة بإقامة واستضافة مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي على أرض المنامة في النصف الثاني من شهر فبراير القادم وذلك على إثر ما دعا إليه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في ملتقى البحرين للحوار الذي عقد في مملكة البحرين في نوفمبر من العام 2022 وأكدت اللجنة أن هذه المبادرة الكريمة تأتي في إطار سلسلة المبادرات السامية لجلالة الملك المعظم في مجال تعزيز التعايش والوحدة الإسلامية والحوار بين المسلمين باعتباره ضرورة ملحة للم شمل الأمة والتلاحم والتضامن بين مختلف مكوناتها في مواجهة التحديات المشتركة والانطلاق من مساحة الاتفاق الواسع في مجالات الاعتقاد والفكر والقيم باعتبار أن المسلمين جميعا أمة واحدة وبحثت اللجنة محاور المؤتمر وموضوعاته وبرنامج أعماله ووقفت على آخر المستجدات بهذا الشأن كما اطلعت على الاستعدادات التنظيمية واللوجستية والفنية والإعلامية اللازمة لنجاح هذا الحدث العالمي الهام مؤكدة حرصها على التواصل المستمر والفعال للمتابعة والإشراف لضمان سير الجهود التنظيمية على أكمل وجه اشتركوا في القناة